بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأشرف المرسلين من واجبة الإنسان أن يدعو الله والله وعدنا بالاستجابة ولكن هناك أوقات يستجب الله لدعائنا وفيها علينا بالإكثار من الدعاء تابعوا معي فمن أوقات إجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة للصلاة فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ثم من أوقات إجابة الدعاء الدعاء في سجود الصلاة وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد فأكثر الدعاء ثم من أوقات إجابة الدعاء الدعاء في جوف الليل ومنتصف الليل ففي الليل ساعة لا يرد فيها الدعاء وقد ثبت في صحيح البخاري أنها ساعة في الثلث الأخير من الليل حيث ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ثم من أوقات إجابة الدعاء الدعاء يوم الجمعة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء كما في حديث أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيله يقللها ثم من أوقات إجابة الدعاء الدعاء عند نزول المطر لحديث سهل بن سعد ساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتاني ما ترداني الدعاء عند النداء وتحت المطر سبحان الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته